استيراد المادة الأولية وارتفاع تكلفتها من بين العراقل التي يواجهها أصحاب المؤسسات الناشئة في مجال الابتكار والحلول العلمية ما يؤدي إلى صعوبة التحكم في تكلفة مختلف الابتكارات التي يتوصلون لها وهو ما يطرح مشكلة في التسويق بالمرحلة الأولى نعم 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 تحكم في تكلفة الابتكار التي تحكم في تكلفة الاقعد ومجال التحكم في التشترك الابتكار السبب للغاية السبب صلى الله عليه وسلم أو بتقنيات التصنيع لن تتعدى تكلفته للـ 5000 دينار جزائري نقص المرافقة وغياب شركاء صناعيين يحد من طموح أصحاب المؤسسات الناشئة في دخول مرحلة التصنيع بالنسبة للتصنيع لجئنا في النهاية إلى موضوع الحصول على براءة الاختراع حتى يمكننا بشكل حقيقي التسويقه لأنه أصبحت لدينا أكثر من طلب على موضوع الشراء هذه الخوارزمية عشرات المؤسسات الناشئة تطرح سنويا مختلفة الإبتكارات والحلول التكنولوجية ليسجل المعهد الوطني للملكية الصناعية حوالي 145 براءة اختراع هذه السنة إلا أن ارتفاع تكاليف المواد الأولية والمواد النصف المصنعة المستوردة يعيق تقدم مشاريع تلك المؤسسات ناهيك عن عدم اهتمام المتعاملين الاقتصاديين بالدخول معها في شراكة والذي يحد من الانتقال إلى مرحلة تصنيع وإنتاج مختلف الإبتكارات هذه الأخيرة التي تصبح من دون قيمة مادية في السوق